السلام عليكم اليوم العاشر من أيار سنة 2022 عقد فيه اجتماع مجلس الوزراء في جلسة اعتيادية تم فيه النقاش في مسائل عديدة والخلوص إلى قرارات وكان هناك بالتأكيد تعليق وديباجة للسيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي تحدث فيها عن معنى فسحة العيد بالنسبة للناس جميعا وكيف أنها فسحة لكي نعيد التفكير في أنفسنا وأعمالنا وأيضا هناك في كلمته بث لروح التفاؤل في العمل رغم كل الصعوبات التي نواجهها جميعا كعراقيين وليس فقط الحكومة النهج الذي تنتهجه هذه الحكومة هو السياسة الواقعية التي تتعامل يوميا مع الظروف ومع التحديات وفي ضوء هذا لدينا نقاط مضيئة وإنجازات في هذه الحكومة وبالتأكيد هناك إخفاقات طالما واجهناها وتحدثنا عنها وناقشناها من أجل الإصلاح من بين الأشياء التي صار الحديث فيها وهو المشروع السكني الكبير الذي عنوانه داري وحقيقة سيكون هناك في الأسبوع القادم احتفال لتوزيع سندات البيوت للمواطنين في بغداد والمحافظات أيضا بالتأكيد وتعلمون أننا سنوزع ما يربو على أكثر من نصف مليون سند سكني للمواطنين هذا المشروع الضخم والكبير أنجزناه ووعدنا العراقيين به وها هي الثمرة تنال في هذه الأيام وكنا قد ضمننا شفافية توزيع هذه البيوت السكنية هذه الأراضي إلى المواطنين عبر موقع أليكوتروني يذهب إليه العراقيون ليسجلوا أسماءهم وتكون هناك عمليات فرز في هذا الموقع بحيث لا يخضع لأي وساطات ولأي تلاعبات ضمانا للشفافية والعمل المخلص للعراقيين هذا المشروع تم إن شاء الله وها نحن لدينا أكثر من نصف مليون سند يوزع إلى العراقيين في هذا الموضوع أيضا هناك لجنة تحدث عنها السيد رئيس مجلس الوزراء لتطوير أماكن مهمة ورمزية للعراقيين وهذه الأماكن هي ساحة التحرير ونصب الحرية وحديقة الأمة هذا قلب بغداد النابض المليء بالجمال المليء بالقيم الرمزية من خلال وجود نصب الحرية وبعض الأعمال الفنية الأخرى فيه وحقيقة شهد هذا المكان ما شهده مما هو معروف ولذلك هو بحاجة الآن إلى تطويره لسمعته ومعرفة الناس به ووجود الأعمال الفنية الأساسية الرمزية بالنسبة للعراقيين هناك لجنة تعنى بهذا الأمر في هذه الأيام على مستوى آخر كانت هناك استضافة للوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور ميثاق عبد الحسين ألقى فيها الضوء على مشكلة الوباء المنتشر هذه الأيام أو الذي ينتشر حقيقة في حدود معينة وهو الحمى النزفية طبعا علقها وأعطى للمجلس بعض المعلومات كيف أن التلوث الحاصل بسبب شحة الأمطار أدى إلى ظهور الأوبئة ومن ثم هناك تدابير يجب أن تتخذ فيها قرارات في مجلس الوزراء لمواجهة هذا الوباء ومنها بالتأكيد تخصيصات لوزارة الزراعة لمواجهة هذا المرض عبر مكافحة الحشرات وكانت هنا قرارات بهذا الصدر الشيء الآخر استضيف أيضا السيد وزير البيئة الدكتور جاسم الفلاحي ومعه أيضا مدير عام دائرة التصحر الغابات والتصحر الدكتور راوية العزاوي للحديث عن هذه التغيرات المناخية التي يشهدها العراق والعالم بشكل عام ولكننا نعاني منها كثيرا هذه الأيام خاصة مع العواصف الغبارية التي شهدناها مؤخرا الدكتور جاسم الفلاحي صلت الضوء وأعطى المجلس نبذة مختصرة عن أوضاعنا وأوجز لنا إسهام العراق في مؤتمر المناخ العالمي في غلاسكو وكان هناك أيضا توجيه تحدث عنه من السيد رئيس مجلس الوزراء بإعداد الورق الخضراء هذه المرة البيضاء للشؤون الاقتصادية للشؤون البيئية وجه السيد رئيس مجلس الوزراء سابقا بإعداد ورق خضراء للموضوع ووزارة البيئة لم تألو جهدا وقدمت هذه الورقة وأقرها مجلس الوزراء وبالتأكيد ملخص هذه الورقة أعطاه السيد جاسم الفلاحي في أنه فيها توصيات عديدة منها التقليل من الانبعاثات اعتماد الطاقات المتجددة والنظيفة وصلت الضوء على أن هناك توجه عالميا نحو التقليل من الوقود الأحفوري واعتماد الطاقة النظيفة والتخلص من المركبات المعتمدة على الوقود التقليدي البنزين والديزل وغير ذلك وقال أن الدول النفطية الآن الكبرى ومنها العراق تزيد من إنتاجها هذه الأيام هناك خطة عالمية لزيادة الإنتاج حتى العام 2035 لأن بعد هذا العام ستتخذ تدابير لاعتماد الطاقة النظيفة ومن ثم كانت هناك توصيات بهذا الصدد بزيادة الإنتاج النفطي في العراق حتى العام 2035 وأيضا الاستفادة من الغاز المصاحب وبالتأكيد هناك دراسة فيها تفصيلات أوسع مما يذكر الآن في هذا المؤتمر أما فيما تعلق بالتصحر ومشكلته والعواصف الغبارية التي نواجهها أيضا الدكتورة راوية العزاوي مدير عام التصحر والغابات دائرة التصحر والغابات أسلطت الضوء على هذه المشكلة التي هي ليست مشكلة عراقية بل هي مشكلة عالمية حقيقة لكن لأن العراق يقع في قلب منطقة جافة يعاني منها كثيرا وكانت هناك بالتأكيد توصيات في هذا الموضوع تتعلق بتثبيت الكثبان الرملية الموجودة وإنشاء واحات صحراوية وأحزم خضراء وغير ذلك مما خلصت إليه المناقشة هذا اليوم لمكافحة التصحر ومكافحة العواصف الغبارية أيضا وبينت تأثيرها على الصحة وعلى الناس إجمالا ومن هنا كان هناك هذا اليوم معالجة لبعض ما سلط الضوء عليه في النقاش عن التصحر وعن التغيرات المناخية كان هناك قرار يتعلق بوزارة الزراعة وهو أن تتولى وزارة المالية بتخصيص وتمويل وزارة الزراعة بمبالغ مالية في القرار الأول قدرها 3 مليار دينار عراقي لتنفيذ مشروع تثبيت الكثبان الرملية هذا موضوع مهم ومؤثر حقيقة فيما نشهده من عواصف غبارية وأيضا أن تتولى وزارة المالية تمويل 1 مليار دينار عراقي لدفع مستحقات متعاقدين مع الوزارة وأيضا على إثر هذه النقاشات وفي أجوائها كان هناك توجيه من لدن السيد رئيس مجلس الوزراء في أن يبقى معسكر الرشيد المعروف في بغداد منطقة خضراء مفتوحة أن يكون حديقة كبرى للناس وأن لا تقام عليه أي مشاريع نحن نعلم أن هذا المعسكر مستهدف بمشاريع عديدة أن يبنى عليه بعض الأبنية هناك مشروع مستشفى ربما لوزارة الدفاع وغير ذلك هناك اليوم أفضل نقاش والتوجيه من رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا المعسكر يبقى منطقة خضراء يبقى حديقة للعراقيين بعد أن انحسرت المناطق الخضراء في بغداد إلى نسب مريعة مخيفة حقيقة نحن لا نتنفس هواء صافيا في بغداد بسبب هذه المشاريع التي تركز على الأرباح وبسبب كل ما نشهده من منح موافقات على مناطق خضراء لكي تكون أبنية ولكي تكون أسواق وغير ذلك هذا التوجه أعتقد لاقى روحا إيجابية في المجلس فيها أن هذا المعسكر الكبير أن يبقى حديقة عامة كبيرة للعراقيين شكرا جزيلا شكرا جزيلا